بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لما بدأناه من الحديث عن خصائص شركة التوصية البسيطة نتحدث عن خاصية مسؤولية الشريك الموصي فبما أن مسؤولية الشريك الموصي هي مسؤولية محدودة في حدود حصة رأس المال المقدمة منه فقط بناء على ذلك ارتاب المنظم في تصرفات الشريك الموصي لذلك منع عليه التدخل في إدارة شركة التوصية البسيطة فلا يجوز للشريك الموصي أن يكون مديرا لشركة التوصية البسيطة والعلا في ذلك أن الشريك الموصي سوف يعتمد على مسؤوليته المحدودة في حدود حصة رأس المال المقدمة منه فقط فيغامر بأموال الشركة من أجل تعظيم الأرباح اعتماد على أنه لو خسرت الشركة لن يقصر هو إلا حصة رأس المال المقدمة منه فقط لذلك لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في أعمال إدارة شركة التوصية البسيطة ولكن لي رأي مخالف للمنظم في هذه الجزئية حيث أن المنظم سمح للأجنبي أو للغير الذي ليس بشريك أصلا أن يكون مديرا لشركة التوصية البسيطة ومثل هذا الغير أو مثل هذا المدير إذا غامر بأموال الشركة لن يخسر أي شيء ففي المقابل يمنع على الشريك الموصي الذي هو أحد الشرقاء والذي سوف يتضرر بشكل أو بآخر إذا خسرت الشركة أموالها يمنع عليه من أن يكون مديرا للشركة فمثل هذا يعتبر أمر غريب وغير مكبول فعلى الأقل يساوي الشريك الموصي بالأجنبي ولا يمنعه من التدخل في أعمال إدارة شركة التوصية البسيطة بناء على ذلك نجعل أن منع الشريك الموصي في إدارة أعمال الشركة في أضيق الحدود وبما أننا أمام نص لا يجوز أن نتخطى فيمنع على الشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية فقط التي يتعامل فيها مع الجمهور لأن العلة الثانية التي ساقها المنظم من منع الشريك الموصي من أن يكون مديرا للشركة هو لكي لا يظن الغير خطأ أنه شريك متضامن مسؤول عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية في أمواله الخاصة وبما أن علة المنع هذه تتحقق في أعمال الإدارة الخارجية لكنها تنتفي في أعمال الإدارة الداخلية لذلك يمنع الشريك الموصي من أن يكون مديرا في أعمال الإدارة الخارجية التي يتعامل فيها مباشرة مع الجمهور كأن يكون مديرا عاما للشركة أو مدير للعلاقات العامة إلى غير ذلك أما أعمال الإدارة الداخلية التي لا يتعامل فيها مع الجمهور وإنما يتصر تعامله مع موظف الشركة كمدير شؤون الموظفين أو مدير المخازن فمثل هذه الأعمال يجوز أن يتولاها ويقوم بها الشريك الموصي لإدفاع العلة في هذه الحالة